وجهت محكمة واريس بولاية باتنا تهمة جنحة إهانة هيئة نظامية إضافة إلى جنحة تهديد بالقتل وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط في حق شاب يبلغ من العمر 25 سنة والذي أوقفته قبل أيام مصالح الدرك الوطني بمسكنه في بلدية منع ولاية باتنا على خلفية مشاركته عبر الفيسبوك بصورة لمسدس وأشارت لمصالح الدرك الوطني مع عبارة مساندة للمعلمة صباح التفاصيل ينقلها سعيد حريقة المحامية المتأسسة في حق المتهم المتابع حاليا على مستوى محكمة أريس بتهمة أولا التهمة الأولى لهي جنحة إهانة هيئة نظامية أما الجنحة الثانية فهي جنحة التهديد بالقتل حاليا ما نقدرشوا فيكم بأي معلومات لسبب واحد وهو سرية التحقيق أطفالنا نطعنا ناس ملاح حكموا عليه التهمة غير ناوي باش يهدد ولا ما عندوش نية بالتهديد ولا نية خاخ هو نية نتاعه ما يش نتاع التهديد ترجمة نانسي قنقر